المجلس العسكري في القابون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغين جيمة رئيسا في المرحلة الانتقالية للبلاد أجاء في بيان للمجلس أن البلاد تمر حاليا في أزمات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة وشدد على أن الانتخابات لم تستوفي شروط الاقتراع الشفاف الذي كان كثير من أبناء القابون يعولون عليه في غضون ذلك وجه رئيس القابون علي بونغو رسالة إلى المجتمع الدولي للتحرك ضد من اعتقلوه أما الاتحاد الأوروبي فقال إن دوله سترد على أحداث القابون مثل ما فعلت مع الانقلاب في النيجر إنه البيان رقب اثنين من بيانات قادة انقلاب القابون يعلنون فيه اختيار رئيس الحرس الجمهوري الجنرال أوليغينغيما قائدا للمرحلة الانتقالية في البلاد الجنرال أوليغينغيما بريس عين بالإجماع رئيسا للجنة الانتقالية واستعادة المؤسسات قبل ساعات من هذا القرار كان الجنرال أوليغي يقول في حوار لصحيفة لوموندا الفرنسية إنه لا يفكر في إعلان نفسه رئيسا وقبل ساعات قليلة من هذا الحوار التحقت بلاده بركب الانقلابات العسكرية في القارة السمراء إنها نهاية حكم عائلة بونغو يقول قادة الانقلاب بينما لا يزال سليل العائلة الرئيس علي بونغو متشبثا بحقه الدستوري من داخل إقامته الجبرية أبعث رسالة إلى كل أصدقائنا في شتى أنحاء العالم وأقول لهم أن يحدث ضجة ليتم إنقاذ أنا وعائلتي ابني في مكان ما وزوجتي في مكان آخر وأنا في مقر إقامتي لا أعرف ماذا يجري يناشد بونغو من يسمعون نداءه للتدخل بعد إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد واحتجازه وأهله وأعضاء حكومته بتهمة الخيانة العظمى خطوات انقلاب متكامل الأركان اعتبرته مفوضية الاتحاد الإفريقي انتهاكا صارخا لمبادئ الاتحاد ودع الأمين العام للأمم المتحدة أطرافه للدخول في محادثات وضمان احترام سيادة القانون بينما أدانته مجموعة إكواس وهي المنشغلة بمأزق النيجر في انتظار الرد المناسب من قادة المجموعة يقول رئيسها ورئيس نيجيريا بولا أحمد نويو أما المتضررة الأكبر من انقلابات إفريقيا باريس فاكتفت مؤقتا بإبداء أملها في العودة سريعا للنظام الدستوري في مستعمرتها القديمة